في رموز في حياتنا وفي تاريخنا الفني الكلام عنها عمره ما بيخلص تستحق إنه يتكتب عنها مؤلفات كتيرة جدا ومهما تكتب عنها هتفضل فيه جوانب لسة في حياتها محتاجة بحث محتاجة اكتشاف محتاجين إن إحنا نعرفها ومن الحقيقة من الشخصيات العظيمة اللي موجودة في حياتنا واللي تكتب عنها مؤلفات كتير هو العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ كتير من الكتاب كتبوا عن عبد الحليم حافظ وتكلمه عن محطات كتيرة مختلفة في حياته وده طبعا لأن عبد الحليم حافظ كان بيمتلك عبقرية خاصة جدا صوت نادر جدا إحساس كمان قوي جدا ده كان في اختيار أغانيه وفي محطاته الفنية ما تشبهش حد يمكن نقول عليه أنه صوت الوطن اللي غنى في فرحه وغنى في حزنه نجح عبد الحليم حافظ في أن أغانيه تكون حضرة في كل عصر لحد النهاردة شباب كتير من الجيل الجديد بيحبوا عبد الحليم وبيحبوا يسمعوا أغانيه لحد النهاردة لازم نسمع وحيات قلبي وأفرحه في مناسبات النجاح وأول مرة تحب يا قلبي أول ما قلبنا يدقوا نحس بالحب عبد الحليم حافظ حاضر معانا رغم كل سنين غيابه النهاردة معانا كتاب عن عبداليب الأصمر أو عبد الحليم حافظ كتبته الكتبة رضوة الأسود وهو بعنوان حليم بين الماء وبين النار سيرة روائية هنعرف أكتر منها عن عبد الحليم حافظ هنتكلم معاها عن محطات مختلفة في حياته ترجمة نانسي قنقر